نخلش في الزمالك؟ يلا بينا هديت؟ اه زي الكل انا تمام زي الكل طيب الزمالك سوبر خسارة وبعد كده تعادل قدام انبي تعصر اخر النهاردة وبدأ بقى كلام من نوعية انه فريرة وعنده مشاكل وفريرة مش عارف حصل مشكلة في شخصيته وعنده مشكلة في طريقة اللعب والخط ايه تقهيمك اللي بيحصل في الزمالك؟ لازم بعد ايه خسار بطولة كريم الفريق الكبير يلمي نفسه بسرعة مم ما يصدرش لنفسه ازمات كانت مشكلة امام عشور واحدة من المشكلات اللي ظهرت على السطح في اليومين ثلاثة اللي بعد المبارات السوبر الشكل الفني وعدم الرضا وخليني اقولك عدم الرضا داخل الزمالك ومن جمهور الزمالك على الشكل اللي بدأ بيه فريرة فريرة عمل كل حاجة في الاطار الايجابي الموسم الماضي بالتلاتة اربعة تلاتة عمل كل حاجة بالجنحين والفروض والشكل اللي كان بيلعب به وبلعيد دايما فيه لعيب مركز ثمانية اللي هو امام عشور كان واحد من المساهمين في فوز الزمالك بالدوري السيزن اللي فانيه طيب امام عشور ما بينا استبعاد ثم مشاركة ثم استبعاد ادي لعيب مركز ثمانية اللي في الفرقة تاني ما احترام الكل اللي لعيب يتخط الوسط ده لعيب مركز ثمانية اللي في فرقة اتنات الزمالك ادي المشكلة الاولى انا هي المشكلة التانية بدأ بدأ في محاولات لاصلاح المشاكل اللي بدأ بيه فريرة سيزن وممكن انه وقفنا هنا يا كريم وكلمنا مرة واثنين وتلاتة واربعة على ان الزمالك عنده مشاكل دفاعية وهو بيلعب بطريقة دفاعية بيلعب بخمسة في الحالة الدفاعية او بتلاتة خمسة اتنين او خمسة تلاتة اتنين بلعيبة معظم اللعبة اللي في وسط الملعب ادوارهم دفاعية ولعبت الخط الخلفي التلاتة حتى لو حررت الاتنين وينج باكس فانت ست لعبه كتير قوي يكون لهم ادوار دفاعية فالزمالك بدأ بشكل الراجل بدأ يحاول يحل جزء من المشاكل قلوة هي العودة بدأ زي بدأ للتلاتة اربعة تلاتة ورجع بتلاتة تاني يلعبه في الخط الامامي مصطفى شلبي اللي قدم مباراجهة جدا الشرط الاول النهاردة ورجع احمد مصطفى زيزو تاني للجناح اليمين مكانه اللي حفظه صام ولعب بسيه في الجزير تلاتة في الخط الامامي بقى عنده مشكلتين مشكلة خط الوسط باستبعاد امام عشور ما عنديش لعيب في وسط الملعب عندي اتنين بلعب تلاتة اربعة تلاتة اتنين بس في وسط الملعب ما عنديش لعيب ما عنديش لعيب عنده القدرة على الكرياتيفي على الابتكار على انه يعمل البروجرشن وحط القررة تحت رجل ويروح لا الدور ده بيقدر يعمله روءة ولا الدور ده بيقدر يعمله عمر السيسي ده الدور اللي بيعمله امام عشور فافتقد هذه هي الاولى التانية ولا تيجي نروح للحالات حسنا يلا نروح للحالات هتلي حالات الضغط